موسيقى اي تحالفات داخل المجلس يعني احنا وفود هنشوف ايه بقى في جلسة يوم الاتنين اللي جاي وانعرف ان الجلسة الاولى هي جلسة اجرائية اكتر منها هنشوف فيها حاجات بس يعني طيب بس انا عايز اقول على حاجة فيش حاجة اسمها تحالفات ولا اقتلافات فيه التحالف الديمقراطي اللي فيه الاخوان مع الغد مع كذا حزب وفيه الكتلة المصرية اللي كان فيها تلت احزاب وبعدين فيه ثورة مستمرة دي التحالفات الرئيسية اللي موجودة عندنا مفيش حاجة جديدة اللي حصل انه هناك اتصالات بين قوة سياسية لترتيب الجلسة الاجرائية في النهاية الناس يوم ما هتبدأ الجلسة الاجرائية هم 23 هتقعد مع بعض هترشل حديث البرلمان وكيلين ورؤساء 19 لجنة وكلاء القصة هي هل يمكن لانه نتكلمه برضو على الدستور احنا نتكلم على انتخابات برلمان دستور عشان يتحط قانون لانتخاب الرئيس ثم انتخاب الرئيس فيونيا عشان دا يتم يبقى مفترض ما تحصلش خناءات على مين رئيس البرلمان ومين كذا مش بيحصل اتفاق عليها بس تفاهما تعندك الحرية والعدالة احبه اكرهه انا بعتبره المنافس السياسي لكن واخد اكتر من 40% يلي حزب النور الاثنين لو اتفقوا مع بعض هياخدوا كل حاجة 70% من كلام 70 حاجة و70% اه هو فيه التحالف الديمقراطي مع النور 70 لكن يعني فيه حوالي 4-5% للاحزاب التانية لكن انا عايز اقوله انه طيب احنا النهاردة عندنا اتجاهين الاخوان بيقولوا او الحرية والعدالة بيقولوا ما تيجوا نتفاهم على الجلسة الاجرائية والاخوان من الاول وده ودي نقطة مفصلية في الموضوع رافضوا الاقتلاف مع النور لان لو اتلفوا مع النور بقنا طالبان بقنا افغانستان قويس؟ رافضوا الاقتلاف مع النور النور راح داخل بعمل دعوة لنخلوا الاخوان هم والاخوان عندهم حاجة واربعين طب ما نخليهم على جنب 44 خلونا احنا نعمل 56 التانيين بلوك في مواجهتهم وناخد كل المناصب ومن مناسبة المصرين الاحرار بيحضروا الاجتماعات دي بتاعت النور بتاعت النور؟ اه طبعا اسمها اللجنة التنسيق الوطنية حاجة زي كده ماشي؟ طيب انا بقول بعيد عن الاستقطاب يعني بدل مدوت يحرم ده لانه مصر لانتحكم اللي بالتوافق المجلس مش هشتغل غرب التوافق الدستور مش هشتغل تكتب غرب التوافق كويس؟ فاللي حصل ايه؟ عنده لما الاخوان وجهه الدعوة او حزب الحرية العدلة وجهه الدعوة تعالوا نقعد فقالوا بقى شوية لما قعدوا وبالمناسبة تم ابلاغ الجميع يعني النمر واحد تعالوا ايه رأيكم الاخوان بابتبرهم الحزب الاكبر منطقي وحقهم هياخدوا رئيس البرلمان والوكيلين للحزبين التاليين في عدد المقاعد الحزب التالي مباشرة النور واللي بعده الوافد واللي بعده الكتلة او الديمقراطة الاجتماعية يعني لو اتفكت الكتلة هيبقى الديمقراطة الاجتماعية هو اللي بعد الوافد مباشرة كويس؟ واللجان هيحصل عليها تفاهم دي لا هي مسرحية ولا تقسيم كعكة انت هتدخلي على افتتاح جلس اجراءات للبرلمان بحيس خلاصية في نفس اليوم لان في النهاية لازم يابقى فيه رئيسه ووكيلين ورؤوساء لجان طب اذا فيه امكانية للتفاهم على ده ليه نعمل ليه نتكلم على انه ائتلافات او تحالفات مش صحيح لا ائتلافات ولا تحالفات ودكتور محمد ابو الغار اللي هو كان مشارك كرئيس للمصر الديمقراطة الاجتماعي قال ان هذا الاتفاق يسري على اول جلسة وبعدها هنتخانق لان الديمقراطة الاجتماعي اقول كتلى جزء من المعارضة مش هتقتلف مع حد هي جزء من المعارضة قوية القوى الليبرالية جزء من المعارضة في البرلمان لكن مش مطلوب خناءات طول الوقت مش مطلوب يعني لانه ما ينفقه بعدين حد يقول لي بصراحة من اللي سمعته عصوا الاخوان المفروض يقدموا نموذج في انهم يسيبوا رئيس البرلمان عشان يطمنوا في السياسة مفيش كده مفيش الكلام ده بس انا قدر اقول عايز اعمل ايه عايز اقلص صلاحات رئيس البرلمان بيبقاش فتح اسرور جديد مم قويس وعايز ادير المسألة واقدر اعمل شو في طول الوقت في البرلمان اللي جاي هيبقى فيه اقتلافات وتحالفات متغيرة كل يوم والتاني موضوع حسب الموضوع يعني حسب الموضوع يعني مثلا لو هنتكلم في الغاء السياح الشاطئية ماشي النور هاترح حاجة زي كده انا متأكد ان القوى الليبرالية مع الوسط والعادل والاخوان ممكن يتعاونوا في انهم يرفضوا هذا الاقتراح ماشي لكن لو هتتكلمي على موضوع مثلا انسحاب مصر او 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 تعديل وثيقة حقوق الطفل مثلا او الخلع الاخوان والنور مع بعض والقوى الليبرالية هتبقى في حتة تانية يعني طول الوقت هيبقى عندك تحالفات متغيرة حسب الموضوع ده صحي يعني طبعا صحي جدا طبعا ساس جمال حليك شايف التحالفات شكلها عاملت زي في مجلس الشعب اللي بنسمي مجلس الشعب الثورة باكد طبعا كلام الدكتور عماد لانه اولا حتى التحالفات الانتخابية يعني فيها سيولة وبالتالي التحالفات من للشعب بشكل عام وبرضو عايزين ننبه هنا ان لا يوجد ما يسمى بحزب الاغلبية وحزب المعرض لان حتى الحزب الحصى الأغلبية حزب الحرية والعدالة لا يمثل حزب حاكم لان حزب الحاكم يعني هو الذي يشكل الحكومة ويكون هناك على توافق بين الحكومة فيه تطرح مشروعات القوانين الى اخر هذا الكلام فيبقى الحزب يدافع عن وجهة نظر الحكومة واعتبار انه حزب الحكومة في مواجهة المعارضة الان هذا الكلام غاية يعني الكل بيعتبر معارضة في مواجهة الحكومة الانتقالية الحالية دي طبعا جزئية برلمانية مهمة جدا في التشريع وفي الرقابة هتؤثر عليها بقى وتنتج ايه زي ما قالت دكتور عماد التحالفات المؤقتة والتي يعني تعقد وتحل من خلال الموضوع يعني تحالفات الموضوع اذا جاز التعبير ولكن يعني اتمنى طبعا انا بأكد برضو على كلام الدكتور عماد بان المرحلة القادمة لابد ان يكون هناك توافق على كل المستويات واعتقد ان المجلس يعني لن يكون هناك يعني معارك حدة لان التوافق قائم حتى مثلا عندما يطرح سؤال هل سيكون هناك مواجهة بين المجلس وبين الحكومة اعتقد او اتصور انه لا يجب ان يكون هذه المواجهة لصبب بسيط انها مرحلة انتقالية فمش مطلوب احنا اصلا نسحب السقة من الحكومة عن طريق استجواب ثم نشكر حكومة جديدة التوقيت نفسه الايام نفسها لا تحتمل هذا يعني الترفية ولكن هناك ادوات برلمانية لابد ان تستعمل بعيدة عن السؤال والطلب الحاطة ودي تقليدية واعتقد مش يحتاجوها دلوقتي سبب بسيط مش محتاج مثلا الدكتور عماد يسأل سؤال لوزيرها رد عليه معارف الاجابة لان ده يعني ادوات برلمانية بتستعمل من المعارضة لحراج الحكومة احنا مش محتاجين لده نمحتاج للجنة تقصي حقائق يعني اعتقد المرحلة القادمة الادوات نمر واحد للبرلمان تقصي الحقائق لكن اذا قضايا خطيرة لا نعلم عنها يعني بشفافية شيئا ده دور المجلس احنا كالشعب يعني بشكل عام بقى ما بيرتحش اول ما بيسمع كلمة لجنة تقصي حقائق صراحة لا ما بأناش ما بأناش لا سقف ده يعني عايز اقول حاجة يعني نظام الحكم بيبقى متكامل التغيير ايضا لابد ان يكون بنظر متكملة يعني مثلا الحزب الحاكم الحزب الوطني يبقى لابد ان يكون هناك كل الاليات الحزب الوطني لجنة تخص حقائق عشان تسير الامور الحزب الوطني انما الان عندما يكون هذا المجلس بهذه التركيبة الازي اتقول يعني اقول فعلا انها تركيبة ثورية انا لا استطيع ان اطلق عن مجلس انه مجلس الصورة الا بعد ما نشوف نتائج العمل ولكن هو مجلس ما بعد الثورة وتركيبة ثورية يعني هذه التركيبة عندما يكون هناك لانت تعقص حقائق بالتأكيد تختلف عن مجال السابق نتمنى هذا طبعا ان شاء الله يعني فترة الجاي طيب هنتقل لنقطة تانية دكتور عماد انسحاب دكتور محمد البردعي من المنافسة على الرئاسة عمل رد فعل مختلف جدا ما بين الناس شافت انه اه ما هو عارف انه هيخسر اه ما هو عارف انه المصر عايزة رئيس اسلامي في فترة اللي جاية وده السندوق اللي بيقول الكلام ده وبين الناس شافت انه لا ده رد فعل طبيعي من دكتور البردعي اللي معروف بموقفه المتسق مع نفسه من قبل الثورة لغاية دلوقتي وماشي في نفس الخط وانه هو شاف انه فيش اي تغير حصل حقيقي اه ما بعد الثورة فبالتالي ده كان الرياكشن او الرد الفعل المنطقي من دكتور البردعي حيك تقييم حيك ايه اللي انسحاب دكتور البردعي يعني انا امي اللي وجد نظر التانية يعني انه هو الراجل اه لانه هو بس بيترفع عن الصغائر كتير وما بدخلش في معارك صغار بيتعيش بطولة وهمية اه هو اه يعني من اللحظة الاولى كان من يعني اعتقد انه اول شخصية عامة بتشقالها يعني اه وقفت ضد النظام ويتحمل اه كتير وفي عز جبروت النظام في شهوره الاخيرة اه لما بدوا يحربوا بأسالي بقزرة مش عقصورة بنته بميو بنته متجوزمين حاجات ده ورئيس الحرام في الوقت دوت يكتب مقاله يقول ده كان طلع قبل الاخير في ترتيبه يعني حاجات حاجات اساليب غير شريفة على الاطلاق فعايز اقول انه انه هو طبعا احنا لو هنبص للمشهد المصر الراهن هنلاقيه سمك لبن تمرهندي كويس في انتخابات لكن المنطقة كان يبقى في دستور الاول اه في انتخابات دخلت قوة خادت كتير وهي مش مؤمنة بالعملية الديمقراطية يعني بعضهم بيقولوا الديمقراطية كفر يعني المشهد كله متلاغبط فهمت ازاي اه زي ما قالوا السيدس جمال انت هو حكومة ولا مهارضة فيش لحكومة ولا مهارضة لانه اه ده حتى كمان بيقولك البرلمان مش من حقه يستجول يعني هي هي سمك لبن تمرهندي لانه من الاول لا هو يستجول يا راجل من حقه يستجول حتى بان انو الموضوع على بعضه مش واضح فبالتالي لما لما ييجي هذا المشهد وتبص يعملوا استفتة على موقع المجلس العسكري فيطلعوا البرد اي تحت خالص حاجات من من النوع دوت في ناس تتوافق مع المجلس العسكري في كذا لما يبقى الجو اه يعني الاخلاقيات الاساسية مش موجودة اي حد عنده الاسكسة او الاخلاقيات دي ما عرفش اشتغل فيه فانا رأيي هو شاف ان الجو وصل لهذا 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 المرحلة للمستوى ده فقرر انه انه انسحب طبعا اللي بيقول انه عارف نفسه هيخسر وكذا قد يكون عنده بعض الحق لانه اه الدكتور برادعي اكتر واحد اتضربت عليه سهام واتهاجم وا 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 لكن انسحبه في هذا التوقيت انا اعتقد اه مهم جدا لانه يدي اشارة على الاقل انه يا اخوانا سكة اللي انتم ماشيون فيها سكة خاطئة قبل معرفة رأيي استاذ جمال في الموضوع ده كمان سمعنا كلام انه ان كاننا فان بارح بالليل دكتور البرادعي او سمعنا قرينا يعني على الوسائط الالكترونية المختلفة ان دكتور البرادعي في الاول قالوا انهم عملوا حزب جديد واسمه حزب النهضة واتقال انه هيدم حزب العدل الغد الجديد الجمعية الوطنية التغيير المصر الديمقراطي دكتور زويل حركة ستة ابريل دكتور محمد غنيم دكتور محمد يعني دكتور ابو الغار يعني اتقال كلام انه هيتعمل حزب بالشكل ده في الفترة اللي جاي وبعدين اتنافى يعني الفكرة رساها اسعادت ناس كتيرا انه يبقى فيه حزب يضم كل التفاصيل دي هو المعلومة الصحيحة اللي انا اعرفها انه فيه اعادة تشكيل للاتلافات اللي موجودة يعني مصرين احرار خرج من الكتلة لكن فيه حزبين تاني مهمين هيدخلوا هيدخلوا الكتلة هيدخلوا الكتلة تمام منهم مستورة مستمرة بس ما فيش كلام على انه هيتعمل حزب النهضة ما انا عايز اقول لحضرتك فكرة حزب النهضة طرحت ومن بين البتاعله انه دعين دي دكتور فاروق الباز كمان اه اوكي بصي احنا كنا عندين اجتماع امبرح في الديمقراطي الاجتماع اللي بناقش التحالفات وكذا لما طرحت الفكرة او حد قال ان فيه حاجة مكتوبة على كذا كذا كلنا رحبنا قلنا يا ريت ام يعني ولو حد زي الديمقراطي الاجتماعي يدخل يبقى تحتك حاجة اسمها النهضة فيها كل الرموز والقوة دي يبقى ده ده امل المصريين يعني لو الحزب ده تشكل بعيد عن الاستخداب لا هتقول ليه اختب ديني ولا طائفي ولا طبقي لان فيه يبداع يعني واتمنى ان يبقى فيه احزاب مقابلة ليه قوية لانه برضو انا اتمنى فيه احزاب الحرية والعدالة قوية حكمة لا يعني لا يعني ليه انا عايز اقول الجملة بس اتمنى انه الا يظهر في مصر حزبة اغلبية حتى الحرية والعدالة مش حزبة اغلبية مش بمعنى كمان اللي بقوله السيد جمال حكومة معارضة بمعنى انه عنده حوالي واحد واربعين في المية دو فما قبل يعني عشان يبقى حزبة اغلبية لازم تاخد خمسين زائد واحد بحيز يعني لو عندنا ربعمية تمانية وتسعين يبقى لازم تاخد النص زائد مقعد ده ده الاغلبية المطلقة ماشي فبالتالي احنا ما عندناش حزبة اغلبية وحتى لو نهضة تشكل ما تمناش ان يبقى حزبة اغلبية نسمي حزب الاكثرية اه ان هو الحزب الاول في البرلمان او الحزب الاول في البرلمان الحزب الاول ده له مزايا كبيرة على فكرة حكاية حزب الاغلبية دي مش موجودة غير في العالم المتخلف يا فيش حزب اغلبية في اي مكان في الدنيا يعني يعني اي دولة ديمقراطية تلاقي الحزب الاولاني واخد تلاتين اتنين وتلاتين تمانية وعشرين سبعة وتلاتين ما بيقربش من الاربعينات صحيح فأنا اتمنى انه انه يبقى عندنا حزب يعني لو عندنا الحرية والعدالة واخد اربعين وواحد واربعين اتمنى ان يبقى عندنا حزب يشتغل في التلاتينات الاربعينات ولو اعتمدوا التصويت الالكتروني زي ما قالوا انهم ها اعتمدون انا اعتقد ان بعد كده مصر تبقى على اول طريق التطور حقيقي طيب استاذ جمال تعليق حضرتك على انتحاب دكتور محمد البردعي اه يعني يعني انا شايف اني الموضوع باخد اكبر من حاجة اولا مع احترامي وتقدير الشخصية الدكتور البردعي عن مصر الشخصي يعني لا علاقة بالموضوع في التقييم السياسي اه دكتور البردعي له دور بس مش اهم دور ها لانه عندما اقول اهم دور معناها اننا بانهي الحياة والنضال السياسي لعقود كثيرة سابقة نضال الاحزاب والجماعات والتنظيمات الاخر اذا الكلام انما هو له دور يعني مقدر اه اعتقد ان انسحاب الدكتور البردعي يعني ممكن ان يبرر بحيث اعمالية انه فعلا يعني لا نصيبة له في السباق لانه اه الطريقة التي يدير بها الامور الدكتور البردعي بتختلف عن السياق العام المطروح الان في الواقع الاجتماعي سواء من الاحزاب او من المرشحين او من المجلس العسكري يعني زي ما اكد الدكتور عماد اه الاشكالية بقى صراحة لانه شخصين بخوت على دكتور البردعي اه انه يفتقد الى الحالة السياسية الجماهرية يعني ما عندوش امكانية التواصل الجماهيري انما هو طبعا له مقدراته اخرى ايا كان هذا رأيه الشخصي في الانسحاب انما انا اقدر الحزب النهضة لو تم ده انا رأيي اني سواء الدكتور البردعي او غير الدكتور البردعي يجب يجب للاحزاب الليبرالية والقومية واليسارية ان تتوافق فورا وده هيسهل اداء مجلس شعر تمام يعني مش ممكن يكون يعني ببساطة يعني مش عاوزة يعني ايه اللي خلت طيار الاسلامي اخذ هذه طيار الاسلامي اخذ خمسة مليون اقل من خمسة مليون من خمسة وعشرين ناخر مش خمسة وعشرين ناخر مليون طيب طيب الفرج ده راح فين مش كتلة وصد كتلة هي كتلة وصد كتل مفتتة فبالتالي اخذ اكبر عدد اللي اللي الباجي اللي هو اكثر عددا توزع على الكتل المفتتة فبالتالي اصبحوا طيب ابسط الامور يبقى الطيارات الاخرى اللي في مواجهة الطيار الديني تبقى حاملة كتلة او اي شكل من التحالي طيب ختاما كده استاذ جمال هي ازمة السولار حيك شايفها ازمة سياسية او ازمة اقتصادية اولا ده ازمة اقتصادية في المقام الاول ثم سياسية ثم غياب الرؤية السياسية الحقيقية لمن يصدر القرار هي اقتصادية طبعا لانه يعني ميت مليار جنيه دعم الطاقة ده كلام خطير عندما يكون الانبوبة البتجاز اللي بتوزع باثنين جنيه ونصة واربعة جنيه بتتكلف اكتر من سبعين جنيه لانه البتجاز فيه جزء مستورد والبتجاز غير الغاز بالمنازمة يعني عندما نصل الى الاكتفاء الزاتي ونوصل الغاز الطبيعي لكل المنازل يبقى لا مشكلة على الاخلاق الاشكلة الحقيقية بقى انه غياب الرؤية السياسية انه مفيش رؤية سياسية يعني وعارف ان الطاقة والبنزيم بتكفي يوميا او الدعن وثلاث تيام طبعا كلام خطير جدا لانك تعرف في ظروف الفوضى والانفلات الامني والمناخ العام المتلعبك ده اي حد طبعا يتصور ان فيش بنزيم يبقى لابد ان يكون هناك مزيد من الطلب ومزيد من الطلب على المتجاز يلا قد ذا الكلام انما لو فيه رؤية سياسية اعتقد ان الامور هتوب جراء دبطر عماد السولار وازمة البنزين ازمة حيك شايفها تصنفها ازاي شوفي اعنا انا هعكس الاولويات الالها لأسوة جمال هقول انها سياسية انا اعتقد انه كل ما قربنا من خمسة وعشرين يناير بيبدأ المجلس العسكري يعيشنا في حالة فزع ورعب من اليوم وبدأت الاشتباكات مبارح بلطجية يعني دخلنا في سيناريو مرعد وزارة الصحة هتزود عدد الاسعاف عدد عدمية الاسعاف وكذا فيلم متكرر وبقى بايخ اه وانا لو استمر هذا الامر اخشى فعلا ان خمسة وعشرين يناير هتكون دموية مش لان الشباب هيعمل دموية لان السيناريو الهابط ده هتكرر تاني فبالتالي انا شايف انه بنزين اه مفيش جديد يخلي فيه تراجع في البنزين وبعدين يقولك بيتهرب طب خمسة وتشعين بنزين خمسة وتشعين اللي تمن واتنين جنيه وشوية هيتهرب قصة هبطة انا اعتقد بس بدأت تتحل يعني عارف بدأت من الرد الفعل من النهاردة يعني المارح احسن النهاردة افضل بكتير اه لاني في الحقيقة نقول زي ما حيزين نقول على الاعلام العام والخاص والبتاع انا اعتقد ان الاعلام لابدور مهم جدا في مواجهة هذه القضايا طب دكتور عماد يوم خمسة وعشرين يناير هو احتفال بالثورة ولا استكمال الثورة من وجهة نظرك بصي قدامنا اربع خمسة ايام لو المجلس العسكري تعامل معها على انها ثورة هيبقى احتفال بالثورة لو تعامل معها لانها حركة تغيير هيبقى استكمال للثورة بمعنى المجلس العسكري بيتعامل في الفترة اللي فاتت مع اللحصة في خمسة وعشرين يناير عن حركة تغيير قطحت سيناريو جمال مبارك وكفاية عليكم كده يعني مش ثورة مش ثورة تعمل تغيير جزري صحيح فهو بتعمل معلنى حركة تغيير عشان كده بيعمل محاكمات عسكرية للشباب ويحاكم رموز النظام مدني كل التفاصيل ويتكلم في الانتحانات مدرسين يجيبوا المفسدين على سور يعني موضوع مش هزار فعايز اقول قدامه اربع خمسة ايام في الاربع خمسة ايام دول لو هو تعامل معها على انها ثورة وانه فعلا في انتخابات وهيسلم السلطة ويرجع مش رجع بشكل كامل يعني بمتواجد بشكل او باخر انا اعتقدها باحتفال لو حاول يتعامل معها على انها حركة تغيير وانه دول اعداء وخصوم اللي طالعينهم خمسة وعشرين هتحاول لثورة فعلا هتحاول لثورة دكتور عماد جاد عضو مجلس الشعب المنتخب وخبير مركز لهرام الدرسات الاستراتيجية شكرا جزيلا على وجودك معنا يا فندم استاذ جمال اسعد المفكر والمحل السياسي شكرا جزيلا لنورتنا شكرا جزيلا لنقاقوا رايب جدا نشوف ايه اللي حصل بقى ونحلل ما حدث بعد خمسة وعشرين ناير ربنا وسطر تعدي على خير نشيدكو جدا خلصت حلقتنا النهاردة وهنفضل من النهاردة لغاية يوم خمسة وعشرين ناير اللي هو الاربع اللي جاي اللي هو يعني اسبوع بالزبط هنفضل كل يوم نتمنى ان نتعدي على خير والارادة السياسية اللي بنسمع عنها محتاجين ان احنا نشوفها بقى الاسبوع اللي جاي صباح الفن